اشتركوا في القناة سورة البروج تسليتاً وتعزي Entrepreneur بقاومة الد hvorانيرت سورة البروج تحقي قصة هؤلاء الذين عذبوا في سبيل الله وضحوا بحياتهم ابتغاء مرضات الله وفداء لنعمة العقيدة والإيمان والتوحيد وحكى له نبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخذوت حكينا الجزء من القصة وكملنا مبارح ونعرض نكمل إن شاء الله نخلص القصة النهاردة إن شاء الله وربنا يا رب يرزقنا وإياكم يا رب العمل بالقرآن وأن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وقلنا في أول دروس أن كل الدروس من كتاب أسباب النزول وكل من يريد أن يعرف سبب نزول آية من الآيات الموجودة في القرآن فليارجع إلى كتاب أسباب النزول هيوضح لي كل آية كان إيه سبب نزول وزي ما قلنا بكده إن مش شرط إن كل آية لازم يكون لها سبب نزول إنما في آيات معينة كان لها سبب نزول فتعالوا نكمل مع بعض خطي لأصحاب الأخذوت حكينا مبارح إن الحديث اللي رأى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كان ملك في من كان قبلنا وكان له ساحر وبعدين الساحر كبر في السن خلاص مش قادر بقى يشتغل في الميلة السحر المفروض إن هو يتوب لا ده هو عايز يستمر في السحر وعايز الناس كمان تتعلم السحر من بعضه فقال له أتيني بغلام يتعلم السحر كي يخدمك يقول ملك عمل اختبار بين الناس وبعد أما عمل الاختبار الكبير دوت اختار غلام من الأغلمة الغلام ده عنده حوالي تسع سنين ومن خلال الغلام دوت قال له خلاص تعال بقى كل يوم تتعلم على أيدي الساحر الغلام كان بيروح من بيت أسرته لحد ما يروح للساحر مسافة طولة جدا ربنا قدر له في الطريق يقابل واحد من الرهبان لكنهم من أهل التوحيد وليسوا من المثلثة فسمع منه كلمات التوحيد دخل سمع منه وبعدين بدأ يروح للساحر الساحر بيدربه لأنه يتأخر عند الراهب فبدأ يروح عند أهله يضربه برضه يضربه برضه عشانه يتأخر عند الراهب فبدأ يقول للراهب فقال له بس إذا أتيت الساحر فقل حبثني يا أهل أم اللي أخروني وإذا أتيت أهلك فقل حبثني يا الساحر وده من الكذب المباح من أسباب الكذب أو من مباحات الكذب الثلاثة التي أخبر بين النبي صلى الله عليه وسلم وهي حالة الكذب هي حالة الحرب وده كانت حرب عقيدة طبعا ما بين أهل الإيمان وما بين هذا الملك الذي كان يعبد من دون الله سبحانه وتعالى بس شاهد في الموضوع لكمل بقى في الموضوع بتاعنا إن هذا الغلام في يوم من الأيام طبعا هو كان بيسمع كلمات التوحيد من الراهب ثم يسمع كلمات الشركة من الساحر هو هايز يعرف أي يوم أفضل وإيه وإن كانت هو أصلا من جواه حاسس إن الراهب أفضل من الساحر طبعا مليار مرة لكن حب يطمئن في يوم الأيام خارج من بيطه ربنا أكرمه بكرامة عجيبة جدا خارج لأسد بيسد الطريق والناس مش عارفة تعدي ولا عارفة تروح أشغالها فقالوا له نعمل إيه قال لهم نتظروا فمسك حجر صوار كده على قدي إيده الصغيرة وقال اللهم إن كان اللهم إن كان أمر الراهب وأدي من اللي بيحبه اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فقتل هذه الدبا فارح للم السخر الصوارة دي فقتل الأسد فمر الناس فارح للراهب وقال له حصل كذا كذا قال له أي بني أنت اليوم خير مني وإنك ستبتلى مادمت أنت وصلت للمرحلة الإيمانية اللي علي اللي أنا شفتها دي لابد أن تبتلى فإني بتوليت خبالك من حاجة بعد اختبار كبير فلا تدل علي طبعا فلا تدل علي ده وعد الغلام الده وعد للراهب أنه لا يدل علي لكن زي ما بيقول الإبان من التامية عند المحن تنفسخ العزام طبعا كان الغلام ربنا أكرمه بكرمات تانية كثيرة جدا كان من ضمنها أنه كان يبرق الأكمه والأبرص وكان يعني يداوي من سائر الأمراض والأسقام بإذن الله سبحانه وتعالى قدر ربنا سبحانه وتعالى أن في يوم الأيام الملك سمع بموضوع هذا عفوا جريس الملك سمع بموضوع الغلام عرف أنه بيداوي الأمراض وهو جريس الملك كان أصيب بالعمى على كبر فحب أنه يتعالج فرح للغلام قال له ماها هنا قد جمعت لك أنا جمعت لك كل الغنائم وكل الهدايا وكل الحياة الحلوة دي يعني تعتبر كده حاجة هدية كبيرة لك لكن بشرط أن أنت تردي لبصري قال له الغلام إني لا أشفي أحدا وإنما يشفي الله جل وعلا فإن آمنت دعوت الله فشفاك وهي دي بقى زكاء الداعية زكاء الطبيب زكاء الأي واحد في أي عمل أن أنت تستثمر حاجة الناس إليك مش في أن أنت تاخد فلصهم ولكن تستثمر حاجتهم في أن أنت تدلهم على طاعة الله وعلى التوحيد وعلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى قال له إن آمنت بالله دعوت الله فشفاك أم آمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى فدعا له المولى عز جل فشفاك فعاد بصر طبعا فرحة لا تقدر بثمن في اليوم الثاني كان فيه اكتماع عند الملك جليس الملك طبعا ده قريب جدا الملك لهو يعتبر ناردة مثلا نائب رئيس الجمهورية فراح قعد معاه ودخل وكان كل مرة طبعا بيخش اتنين مسندين ومقاعدين جنب الملك ومشايف حاجة خارس بمرة ويبتدي بقى يتكلم مع الملك ويبتدي بقى يزبط أموره مع الملك وبعين فجأة الملك لقى داخل عليه لحد بيقود ولا حد بيشد إيد ولا أي حاجة فقال له إذا من الذي يرد عليك بصرك من اللي خالك تشوف كده وخب بالك هو إيه يعني الدنيا كلها في البلد دي كانوا بيعبضوا الملك وبيعتبروه إله من دون الله طب تلقى أنت إله بتعبد من دون الله والجليس بتاعك عشرة عمرك وحبيبك هو واللي بيقول لك الأراء بتاعته اللي بتستشيره في كل حالة ما ترد له بصره لو كنت فعلا لو كنت إلها حقا لكن العقول لما بتتحجر ما تبقى الشيء في حاجة خارس بمرة يعني فعلا يعني ربنا عافيكم يا رب من عمل بصيرة فالمهم فقال له من الذي يرد عليك بصرك قال الله قال له عجبا لك أولك إله غيري قال ربي وربك الله هو طبعا الكل كان بيخاف الملك ده لأنه كان عمل زي إيه كان عمل زي بشار الأسد كده بس لما ربنا بيقض في الإيمان في قلب العبد يقف قدام طواغيت الدنيا كلها ولا تفرق معاه قال ربي وربك الله فأخذه الملك فلم يزل يعذبه الله ده جليسك ده عشة عمرك ده حبيبك ده المقرب إليك ده اللي بيقولك الأراء كلها ده اللي انت بتستشيره في أخص حياتك وإذا لكن هؤلاء الناس ليس عندهم عهد ولا ذمق بالبلد كده ما عندهم شغالي قد ربنا صحة على أن الملك الحواخد الرجل ده اللي هو جليس وفضل يعذبه يعذبه لحد ده مدل على مين حد ده مدل على الغلام جي قبل الغلام وبعدين الملك طبعا يعني ايه أول ملاء الغلام فيعني طبعا ايه ولسه ما زال عنده أمر أنه برضو الغلام ده يفضل معاه في السحر فبدل تشوفه الجليس الملك الرحمة عزي بعرض ولأما مع الغلام والوضع الثاني خالص قال له ايه بني قد بلغ من سحرك أنك تبرق الأكمة والأبرص وتداوي من سائر الأمراض والأسقام يعني عايز يقوله يشوفي الدهاء اللي بين الجملة دي عايز يقوله أنا ما عنده شوانا أنه أنت تشفي الأبرص والأكمة وتشفي من جميع الأمراض بس بشرط أنك تقول للناس أنه دوت من السحر اللي أنا تعلمته في قصر الملك فاحنا نبارك هذا العمل يعني تقول لهم الملك والسحر اللي عنده هم اللي علموني ده فالغلام قال له إني لا أشفي أحدا وإنما يشفي الله سبحانه وتعالى قال له طيب من الذي فعل هذا ومن الذي علمك هذا اللي غلام مرضيش يقول راح الملك واخده راح معذبه فلما عذبه دل على الراهب مع أن الراهب قال له ايه قال له إنك ستبتلى فإنك تريت فلا تدل عليه يعني في عهد هنا لكن زي ما الإمام نتمي قال قال عند المحن تنفسخ العزائم يبقى الواحد من دولة يقول لك يا سلام ده أنا بسابع رجالة ده أنا بس يحصل معايا كان زمان بيحصل في التسعينات أيام بقى نظام أمن الدولة والحد ديت كنت لقى واحد مساء ما شاء الله يقول له لفلان لو اللي قد الله تخدته والحاجة او معا يعني تجيبنا في رجالين حنا ملناش دعوا المواضيع الكلام ده كل يقول له يا هب ده أنا بسابع رجالة ده أنا يقف قدام الديناصرات اللي في الدولة دي وحدش يقدر يكلمني ومشاء الله معا أول ألم يقول له والله يا باشا ما تتعيب نفسك معايا فلان وفلان وفلان وحتى اللي مش معايا يعني يعني حتى اللي مش معايا يجيب له الفريق قومي يعني قد ذلك اوه سبحان الله يعني طبعا من ضمن الحياة الجميلة انه مرة شاب كان يتمسك وكده فلما تمسك فالصاب يقول له قول لي بقى ايه سبب التزامك قال له ابدا يا باشا والله حضرتك كان من 15 سنة كنت راكب لما أغذي عني مكروباس وبعد نسيبها تشريت كده بيتكلم عن وفاة الرسوله على السلام فتأفرته عاد تبكي وبن يومها بقى الحمد الله وتبطي إلى الله سبحانه وتعالى وبطيدي تصلة ورجعت الرب الله سبحانه وتعالى قال له عايز تروعه ولا عايز تسجن قال له طبعا عايز أروح يا باشا قال له نجيب من الآخر قال له نجيب من الآخر يا باشا قال له نعايز مكروباس والسواء والشريت فأي هو باشا ده من 15 صلاح حضرتك قال له مش هتخرج هو كده يجبه منه هي كده تلكيك يعني واخد بالك صلاح الحبيبك اللهم صلاح السلام عليكم فالمم قعد عذب الغلامنا حدا مدلة على الراهب جيء الراهب بقى اخد بالك الملك عرف ان هو ده الرأس المدبرة بقى ده الكبير بتاعهم بقى اللي علمهم التوحيد وعلمهم الإيمان وعلمهم الطاعة وعلمهم الذكر وعلمهم القربة من ربنا صحانه وتعالى لا ده بقى اخد بالك من حاجة لما نقضي عليه بقى احنا قاضينا على الرأس يبقى كل ايه كل التانين دولة بقى سهل جدا احنا نخلص عليهم قضى ربنا صحانه وتعالى جيء ابا الراهب كانش فيه تفاهم بقى كانش فيه كلام بقى خالص ما كانش فيه حاجة اسمها ايه طب نتفاهم طب ننتفاوض طب نشوف فكرك ايه لا قال له ارجع عن دينك فيش عنده غير كلمة ليه ارجع عن دينك فقى ابا الراهب لان هو قلبه مليان ايمان وتوحيد ارجع عن دينك قال له لا اعمل ايه امجي قبل منشار ووضع فيه مفرق رأسي في النص كده وشقها نصفين يا سبحانك يا ربي النهاردة يعني اذكر وحنا بنصلي التروح دلوقتي حارن والله النور اتفا علينا طبعا الدنيا بقى ايه دنيا حر موت يعني مش قادر اقول لحضراتكم كنا بنصلي وحنا مبلولين فيه ناس لسه هتبتدي تمشي تنصبر اصبر ربنا يكرمك يعني ان شاء الله حتى لو نخفف حتى بس خد الاجر شوية حر كده مش قادرين اصدوا العلم ده كانوا بيتشقوا نصين وده اللي قالوا نبع سامل خباب ابن الارطي كما عند البخاري لما جاء له يا رسول الله الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا من كتر التعذيب اللي هم ما شايفينه شايفينه فقال له انه قد كان يؤتب الراجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الارض فيوضع فيها ويمشت خبالك من المشت كده ويمشت بامشات ايه مش البلاستيك الحديد ما دون لحمه الى عظمه تخيل حضرتك المنظر المشت ده ليه سنان كده زي السكينة يتحط في جسمه ويوصل لحد العظم ويمشت كده يمشت اللحم وينزل اللحم من على العظم ويمشت بامشات الحديد ما دون لحمه الى عظمه خبالك ويوضع المنشار في مفرق رأسي فيشق نصفين ما يصده ذلك عن ديني هتيقس يا خباب قالك لا مش هيقس خباله يوم النبي بقى يدي له الامل يقول له والذي نفسي بيدي لن يتمنى الله هذا الامر عن هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرات ما يقافوا الا الله والذئب على غنمي ولكنكم قاموا تستعجلون جيء بالراهب ارجع عن دينك مش هرجع رح شقه نصين شقه نصين ثم جيء بجليس الملك قال له ها ترجع عن دينك قال له مش هرجع عن دينه رح شقه نصين برضو قتله من الذي تبقى ما تبقى الا الغلام الساحر الحاكم حاول بقدر امكان ان يستثمر الغلام دون يبقى مع ساحر مرة واثنين وثلاثة واربعة وبالهدوء وباللين ويا بنيا ويا حبيب قلبي ويا روح قلبي ويا حياتي ويا حتة من كبدي يعني ايه قعد يدلع فيه على قد ما ادر دلع في الغلام على قد ما يقدر لكن الدلع ما جابش نتيجة طب بالعقل ما جابش نتيجة طب بالعروض والفلوس والاغراءات برضو ما جابش نتيجة لان الانسان لما يدوق حلاوة الايمان يا سلام لا توازيه الدنيا يعني الدنيا كلها ولا تسوأ اي حاجة تحت رجليب زي الامام ابن تيمية لما مسكوه ووشهوا به للسلطان قالوا له ده بيرسم بقى على الملك بتاعك وعايز يعمل عملية ايه قلبي نظام الحكم فالملك ابض عليه والسلطان ابض عليه قال له سمعت يا ابن تيمية انك تريد ملكي فابتسم ابن تيمية ابتسامة الوافق في معود ربي قال له ملكك والله لا ملكك ولا ملك ابائك ولا اجدادك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح بعوضة اني منذ عقل ترش دي اريد جنة عرضها السماوات والارض طبعا انا المالك ماليش في الكلام ده ده طهتها يعني ده شغل درواش يعني انت عايز تقولي ان الملك ده كله مش عجبك ولا عجبك ان انت فقط تبقى انسان مؤمن وطالب علم فما كان منه انا مش هقولهم دخلوا السجن رايحونا يعني فرموا في السجن فقال ابن تيمية هو ابتسم سبحان الله ماذا يصنع بي اعدائي والله انا جنتي وبستاني في صدري الله فين جنته وبستانه الكرآن والسنة والذكر والطاعة والقرب والاتباع والخوف والرجاء واليقين والتوكل والتسليم والمحبة كل الحاجات الجميلة دي في قلبي مين يقدر ياخدها مني بحدش يقدر ياخدها مني احنا عشان جنتنا بره قلوبنا الا من رحم الله سبحانه وتعالى جنتك في ايه في الفيلا بتاعتي وفي الشاليه بتاعي اللي في السحل الشمال ولا في مارينة والعربية بتاعتي والمصنع بتاعي والفلزو بتاعتي والزوجة بتاعتي وولادي وحبيبي وصحابي والقعدة الحلوة جنتي بره فلو حد حرمني من حاجة منها انا بكون اشقى انسان انما لما يكون جنتي جواه تفرقش معاه بقى ولذلك امام حمد الحمد كان يقول ايه والله ما السجن والبيت عندي الا سوا انا هتفرش معاه السجن والبيت حاجة واحدة طبعا دلوقتي السجن والبيت مش حاجة واحدة لا دميت حاجة ايه اخبال حضرتك فالشهاد في الموضوع فقال لهم الله انا جنتي وابستاني في صدري انا رحت فهي معي انا قتلي شهادة واخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة بيني وبين ربي فالمأسور من اسره هوا والمحجوب من حجب عن ربي ثم جلس في السجن يقرأ الكرآن بضعا وثمانين مرة الى ان وصل الى قول المولى عز جل ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مختدر ومات الامام عند تلك الاية رحمه الله رحمة واسعة تعالوا نكمل مع بعض ولكن بعد فاصل قصير صلي على حبيبك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اما بعض فمرحبا باخواني واخواتي واهلي واحباب رجعنا لكم بعد الفصل الحقيقة قبل ما نكمل موضوعنا للمرة الاخيرة بقول لكم والله وصيتي يعني الحمد لله رب العالمين يمكن يعني ثمرت حياة الدعوية اللي ربنا يعني اكرمني بها من باب واما بنعمة ربك فحدس فانا عندي مئتين كتاب عاملهم الحمد لله رب العالم لكن يعني اغلى حاجة الى قلبي اللي الانسان بينشئ بها الثمرة ويربي فيها جيل جاي اللي الموسوعة الذهبية ديت انا بوصي بها كل الاباء والامهات انها تكون في بيت كل مسلم ممكن تكون هدية نجاح ابني ممكن تكون هدية او جوائز لحملة الكرآن سواء في الجماعات الشرعية او في ملاكز تحفظ الكرآن ممكن تكون صدقة جارية حد ما يتلي وانا بوديها من ضمن الاشياء الصدقات الجارية او علم ينتفع به ان انا يعني ان اوديها لمسجد او لمركز اسلامي او لأي مركز تعليمي او لطلبة علم او لدعاة بيحضر دروس كل ده هيبقى في ميزان حسناتكم ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين ويجمعنوا اياكم على الخير وربنا يقدرنا على انشاء جيل فعلا على الكتاب والسنة يا رب واجعله في ميزان حسناتنا اجمعين تعالوا نكمل موضوعنا ايه المهم دل الغلام على الراهب فجيء بالراهب فشقه نصفين ثم جيء بجليس الملك ارجع عندينك منش راجع شقه نصفين فما بقى الا الغلام الغلام الملك استنفذ معه كل الاسليب بالراحة وبالحلاوة وبالدحكة والهمسة والاغراء والمال والشهرة والسيط كل حاجة عمله معاه والغلام ما شاء الله ثابت على موقفه لا يمكن ما فيش حاجة في الدنيا عندي توازي ديني وحبي وايماني وعاقدتي وقرب من ربي سبحانه تعالى فما كان من الملك الا انه خلاص بقى يعني ما فيش اي حل بقى الغلام ده الا ان احنا نعمل محاولة تهديد اخيرة اما انه يرجع اما انه احنا نقتل ونخلص منه لانه كده هيبتدي ينشر بقى في وجهة نظر الملك هيبتدي ينشر بقى ينشر التوحيد اللي هو في نظر الملك ده يعتبر شر ليه لان الملك ده كان بيعبد من دون الله فلما يجي غلام زي دوت يدل الناس على التوحيد يبقى في الوقت دوت الملك لن يعبد من دون الله ويصبح واحد من البشر فما كان من الملك الا انه امر الشرطة بتاعته قال لهم خدوا الغلام ده طلعوا فوق الجبل فوق قمة الجبل فاذا وصل الى قمة الجبل اعرضوا عليها ترجع عن دينك ولا لأ انقبى ان يرجع عن ديني ارموهم فوق الجبل وريحونا منه فما كان منهم قال الا ان اخذوه وطع وصعدوا به الى قمة الجبل فوق قمة الجبل بين وبينك الواحد لو يقف في بلكونة من دور التالة ولا الرابع بيحس برعب تخيل بقى لو انت وقف بسا في برج القاهرة ولا برج ايفل ولا كم ده كله شوف الناس من تحت كده ايه ممكن في بعض الناس بيجي لها بوط وبعض الناس بيجي لها دوخة ولا حاجة كده فما كان من هؤلاء الشرطة اللي انهم قالوا للغلام ترجع عن دينك قال لهم لا فلسه هيخدوه ويرموه شو بقى اللجوء الى الله سبحانه وتعال الله اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله فما كان منه الدعاء يا مسلمين الدعاء هو احد يستهن بالدعاء الدعاء الله اكبر نوع السلام يقول الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني استجب لكم شفت ديه ان الذين يستكبرون ما قالش عن دعاء قال عن عبادتي وسيدخلون جهنم داخرين فالنبيس عسلم قال الدعاء هو العبادة هو العبادة وبعدين كتر من الدعاء وخلي عندك زل كده وخدوع وخشوع لله سحوانه وتعالى وانكسار بين دالة وحسن ظن بالله ان انا بادع وربنا هيكرمني بحجة من الثلاثة اما ربنا يستجيب دعائي واما ان ربنا سبحانه وتعالى يدفع عني من الشر بما يوازي هذا الدعاء واما ان ربنا يختزلي الدعاء ده اليوم القيامة يفرج عني كربة من كرب يوم القيامة يعني بالعرب كده انا كذبان في كل احوال كان عمر الخطاب يقول اللهم اني لا احمل هم الاجابة ولكني احمل هم الدعاء فان كان الدعاء فثم الاجابة بس ربنا يوفقني كده بس اععد ادعي وان شاء الله مجرد ما دعو ان شاء الله ربنا هيستجيب دعائي فما كان من الغلام الا ان هو قال اللهم اكفنيهم ما قالش ايه بقى يا رب ايه يا رب اعمل ابصرهم يا رب يا رب شل جوارحهم منقاش منقاش وكل الامر الى الله وانخلع من حوله وكوتي الى حول الله وكوتي قال اللهم اكفنيهم بما شئت انا ما عرفش هتكفني ازاي الناس ديات بس يا رب بما شئت فارتجف الجبل الله هو الجبل ده بيعبد ربنا ده بيسبح بحمد الله وبيعبد ربنا وبيزجد لله عندك دليل عند دليل تصلى على حبيبك اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير بل الجبل بيسبح الله وإن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهن تزبيحهم الله طب بيزجد ازاي بقى ألم ترى ان الله يزجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس الجبل بيعبد ربنا وبيسبح بحمد الله وبيزجد لله في وقت ممكن تلاقي فيه بني أدمين رفضين يزجد ربنا سبحانه وتعالى يبقى الجبل أحسن مني معقولة النبي صلى الله عليه وسلم يمر قدام جبل أحد يقول أحد جبل الله على المشاعر الجميلة اللي بين أحد وبين النبي والمؤمنين أحد جبل يحبنها ونحبه يا سلام والحديث رؤى البخاري ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم فوق جبل أحد كما عند البخاري يا مسلم يطلع هو أبو بكر وعمر وعثمان الجبل فرحان جدا فأرتجف فنبع السلام يضرب برجليه كده بالراحة يقول له أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديك وشهيدان النبي هو النبي والصديك هو أبو بكر والشهيدان هو عمر وعثمان يا سلام فالغلام أول ما قال اللهم مكفنيهم بما شئت ارتجف الجبل الطبيعي خلينا نتكلم بعقلانية شوية واحد غلام صغير عنده تسعة سنين ومعاه ما شاء الله فرقة كوماندز والجبل اهتز مين اللي يقع بالزبط كده الغلام هو اللي يقع أبدا ما وقعش مين اللي يقع كل الكوماندز وقعوا والغلام ثبت بتثبيت الله له فلما وقعوا جميعا وماتوا الغلام رجعتان للملك قول لي إيه اللي رجعوا ده الحمد لله ده إحنا ما صدقنا أنه فلت يروح بقى أي فلت أبدا أموت بس تحيا قلوب الناس بالإيمان والتوحيد هو ده المؤمن هو ده المسلم أعيش عشان عقدتي وأموت عشان عقدتي مش مهم عندي أموت على المهم أن أنا أموت على الإسلام والتوحيد وأموت في سبيل تبليغ دعوة ربنا سبحانه وتعالى الحلاجة على الملك فالملك استغرب فين الجمال الحلوين اللي كانوا معاك قالوا كفانيهم الله بما شاء ربنا كفاني شرهم وماتوا فقال الله ماتوا إزاي إذا كنت أنا يعني بعت معاك لفرقة الكوماندوس 3 سبعات طب نبعت 3 ثمانيات يمكن أم دوله يجيبوا النتيجة فرحة بعت معا فرقة كوماندوس 3 شرطة قال له من المورادي بلاش الجبال عشان الجبال دي واضح ان هو في مشكلة بينه بين الجبال وواضح ان هو يعني بيعمل حاجة للجبال ممكن يكون سياحي يعني هو الملك ايه دي ما براحب بعيد قال له هم خدوه بقى في البحر تمام واركبوا معاك ده فيه كوركور كوركور يعني مركب صغير وتوسطوا بي يعني خش في الغريق وأول ما تلاقوا نفسكم في الغريق كده قال له ها ترجع عند دينك هتعقل ولا مش هتعقل فانعقل ورجع عند دينه خلاص هتوقع حبيبنا وابني الغالي وكده ونعمل له انشوه ده كده ونطلعه في اللقاءات كده ونظبط له الدنيا ونخلي لي مكانة في الدولة أما لو فدل مصر على انه يبقى مؤمن وموحد لله سبحانه تعالى فعلى طول ارموا في الميا وصلوا لنص الميا كده في الغريق قال له ها هتكفر ولا مش تكفر ترجع عند دينك ولا قال لهم لا فلسه هيمسكوا ويرموا نفس الدعاء اللهم مكفنيهم بما شئت المركب جات الامواج من حواليها عليت فالمركب ارتجفت فدلت تتهز برضو الطبيعة ايه بالله عليك مين اللي يموت غلام صغير ولا فئة كوماندوس الغلام فلت كوماندوس هاي اللي ماتت وقعوا كلهم وغير اوه الله بس الكوماندوس بيعرف يقوموا اه ربنا يقدر ان البحر يبلعهم الله طب ويبلعهم ليه طب ما هم بيعرفوا يقوموا يعني اقدروا يشوف لما ربنا يقدر شيء ويأمر جنوده بتنفذ الامر لما ربنا يأمر البحر وهو جند من جنود الله سبحانه تعالى ابلعهم يبلعهم زي ما ربنا برضو امر البحر طلع جسد فرعون يطلع جسد فرعون فاليوم ننجيك ببادنك لتكون لمن خلفك آية وكم لله من آيات ولكن اكثر الناس لا يرون تلك الآيات سبحان الملك فرح برضو الغلام رجع تاني للملك مع ان كل ناس ايه يعني اعرف انت لو تشوفوا فيلم كي تقول ايه اللي رجعوا ده الحمد الله ربنا انا جاي عميه ربي عميه ابدا ارجع للملك واموت ومش كده وبس ده انا هعرف الملك ازاي موتني ليه علشان الناس دي تؤمن بالله انا تقتل هم يؤمنوا ابانا تكسبان الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاطي ولا تموتن الا وانتم مسلمون كتب الله لاغلبان انا ورسلي مع ان في كتير من الرسل تقتلوا فين النصرة كتنصرة ان ربنا جمع لهم بين النبوة والشهادة يا وربنا ما خزلهم شي ابدا فرح للملك قال له ايها الملك ايها الملك غلام صغير 9 سنين بيأمر ملك من الملوك بيقول له ايها الملك انك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما امرك به الله اكبر غلام صغير بيأمر الملك او بيأمر الملك قال له ما هو خلصني منك اتعدت خلاص قال له انت اجبع الناس في صعيد واحد طبعا الملك كان في منتهى الغباء لانه لو كان ساب الغلام ده يدعو الى الله قليل من كان سيستجيب ربنا الكده وان تطع اكثر من في الارض يدلك عن سبيل الله وما اكثر الناس ولو حرست بؤمنين وقليلهم من عبادة الشكور ورغم ذلك ايه عمل الموضة قال له اجمع الناس في صعيد واحد وخذ سهما من كناناتي من الكنانة بتاعت السهام وضع السهم في كبد القوس وقل امام الناس جميعا بسم الله رب الغلام فان فعلت ذلك ستقتلني الملك راح جامع الناس كلها في صعيد واحد والملأ والحاشية والوزراء والناس كلها مجموعين ورح واخد سهما من كنانة الغلام ورح وضع في كبد القوس وقال بسم الله رب الغلام والشعب كله عارف ان هو حاول يقتله مرة واثنين ومش عارف بسم الله رب الغلام ثم ضرب السهم فوقع في صدقه فمات فقام الناس جميعا لما عرفوا ان الملك حاول يقتله معرفش لكن لما قال بسم الله بالله رب الغلام اتلوا يبقى السر فين عند رب الغلام قالوا امنا بالله رب الغلام امنا بالله رب الغلام فاسلم الشعب جميعا فالملأ بقى والحاشية والوزراء قالوا قد وقع ما كنت تحذر بقى انت كنت خايف ان خمسة ست يؤمنوا مع الغلام اهو الشعب كله امن قال لهم مفيش غير القوة يلا على افواه السكك كل السكك اللي بتهرب من المدينة ديت يعملوا عليها اخا دية حفر واملوها نار وهاتوا الشعب كله وحطوهم قدام الحفر ديت اللي هيرجع عند دينه عيشوه واللي هيفضل ثابت على ايمانه وتوحيده ارموه في النار فلم يرتد واحد منهم ابدا وقلقوا جميعا في النار اللي هي جنت ربنا سبحانه تعالى وماتوا جميعا شهداء واخر واحدة كان ابنها بيرضع منها طفل صغير فتقعست قالت حرام امزل في النار وطفل صغير ده يتحرق معايا فاذا بالمولى عز وجل ينطق لها هذا الطفل ويقول يا امه اصبري فانك على الحق فقتلوا جميعا شهداء وده كان سبب نزول قتل اصحاب الاخدود ملتقي بكرة حباب قلبي مع سبب جديد من اسباب النزول ومع اي وحكاية سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اهله وصحابه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة